لا زال صوت الرصاص ودوي المدافع بين أذربيجان وأرمينيا أعلى من الأصوات الداعية إلى التهدئة ووقف إطلاق النار بين البلدين في وقت يتبادل فيه الطرفان المتصارعان الاتهامات بشأن خرق الهدنة الإنسانية التي اتفق عليها في وقت سابق بدعوات دولية وأممية بينما يتساقط مدنيون وعسكريون بشكل شبه يومي في المنطقة المتنازع عليها بينهما وزارة الدفاع الأذرية اتهمت أرمينيا بخرق الهدنة وقصف مناطق سكنية في أذربيجان بالمدفعية والصواريخ ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من المدنيين وهدم العديد من المنازل وهو ما دفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش إلى استنكار القصف الأرميني في بيان داعين البلدين إلى الارتزام بالهدنة التي أبرمت الأسبوع الماضي من جانبها اتهمت وزارة الخارجية الأرمينية أذربيجان بتعمد استهداف البنى التحتية والمدن في إقليم كارباخ فضلا عن اتهامها للاتحاد الأوروبي بما اعتبرته الفشل في الرد على ما وصفته بجرائم حرب وهي ذات التهمة التي توجهها أذربيجان لأرمينيا الرئيس الأذري إلهام علييف اعتبر أن أرمينيا خرقت وقف إطلاق النار بقصف مواقع مدنية وعسكرية بالمدفعية بعد حديث وزارة الدفاع الأرمينية أن أذربيجان استأنفت عمليات القصف بالاتجاهين الشمالي والجنوبي في المنطقة كأول خرق للهدنة الإنسانية بين الطرفين اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم قبل نحو أسبوع بين أذربيجان وأرمينيا بإشراف روسيا كان من المؤمن أن يستمر لوقف القتال التاريخي بين البلدين والذي تعود بدايته إلى نحو مئة عام دعوات دولية وأممية لا زالت مستمرة للبلدين في إطار محاولات لوقف النزاع المسلح الذي يرى الخبراء أنه قد يتحول إلى حرب واسعة وسط الدعم المتعدد من دول عدة للبلدين المتصارعين أمام جائحة فيروس كورونا التي شعلت العالم عن أخبار الحرب وتبعاتها غير أن دوي المدافع وأزيز الرصاص لا يزال هو الأعلى من أصوات دعوات التهدئة